عن عالم من علماء الصحابة ألا وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأحاديث عبد الله بن عمر ومواقفه كثيرة متعددة ولعلي أذكر شيئا من تلك المواقف يقول عبد الله بن عمر كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما عزبا شابا فكنت أنام في المسجد فرأيت في المنام كأن ملكيني أتياني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية أي قد وضعت الحجارة مصفوفة على جوانبها كطي البئر ولها قرون كقرون البئر فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقي أنا ملك فقال لن تراع فقصصت هذه الرؤيا على حفصة وكنت سابقا أتمنى أن أرى رؤيا لأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني فجعت بهذه الرؤيا فذكرتها لحفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا ومن أحاديث عبد الله بن عمر قال كنت شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حائط نخل فاستأذن أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له وبشروه بالجنة ثم جاء عمر فكذلك ثم جاء عثمان فقال بشروه بالجنة على بلوى تصيبه فدخل يبكي ويضحك فقال عبد الله فأنا يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع أبيك ومن الحوادث التي ذكرها ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شجرة من الأشجار توتي أكلها كل حين بإذن ربها فخاض الناس في أشجار البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة لكني خشيت أو هبت القوم فسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة يقول سعيد بن يسار كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فصليت صلاة الوتر ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت افتقدتك فقال خشيت الصبح فنزلت من أجل أن أوتر فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير من الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على كراط كراط قال فعملت اليهود على كراط كراط ثم عملت النصارى على كراط كراط ثم من نصف النهار إلى صلاة العصر ثم أنتم عملتم من صلاة العصر إلى غروب الشمس على كراطين كراطين قال فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال الله جل وعلا هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء من الأحاديث التي وردت في كتب أهل السنة حديث لابن عمر ذكره الإمام مسلم في أول صحيحة من طريق يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر يعني نفى القدر بالبصرة معبد الجهني قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجيني أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال يحيى فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلنا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظلنت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم لكنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم ذكر حديثا عمر بن الخطاب في قدوم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله له عن الإسلام والإيمان والإحسان وذكر له من الإيمان الإيمان بالقدر مما رواه ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة